الفيديو ده خاص بالشيات الاندرويد في حالة تانينا الكاسد بتاعي او الشاشة بتاعتي معلاش غير لوجو واحد فانا معايش اللوجو بتاع العربية على الشاشة فعايز ادوله مسلا من عن نت اونلاين فاستعمل ديسك اتوب طبعا او كمبيوتر فبتدى خش مسلا على اي موقع انا عايزه مش شرط موقع معين بس في موقع كويس اسمه والبيبر كيف والبيبر كيف هو ده اسم الموقع هسيب لك اللينك بتاعه برضه تحت الفيديو فدخلت عليه مسلا اعمل في السيرش بتاعها اكتب تيوتا لوجو وليكن اي عربية تيوتا عملت السيرش على تيوتا لوجو جاب لي اللوجو بتاع تيوتا اخش عليه دونت اللوجو دوت دغطت على الصورة دي مسلا ده اللوجو اعمل ده اللوجو اعمل ده اللوجو افزال اللي قائمة زي ده التكة سيف اوكي كده اللوجو خلاص نزل عندي اا اا او الصورة نزلت عندي اللي انا هبتدي احولها لوجو هبتدي افتح موقع تاني بيديني المقاس المناسب للشاشة هبتدي افتح عدد تعديل اسمها اي ام جي توجو ده موجع تاني هسيب لك برضو لينك بتاعه تحت الفيديو اللي هعز تنزل عليه تمام هبتدي اخد منه تحويل صورة الى صورة تمام دخلت عليه اختار الملف اللي انا لسه مدوله انا عدد اسك كتوب طبعا اجيبه او الفايل هتلاقي اللوجو بتاعتي هتنزل هنا ها اختاره ابتدي انزل حول الصغل وبتدي اعمل الطول في العرض تمام او المقاس اللي انا عايزه المقاس اللي انا عايزه الف اربعة وعشرين ده العرض الطول بتاعه ستمية الف اربعة وعشرين في ستمية تأكد ان الصورة رفعت عن موقع واتكد البدئ هنا كده بدأ ايام اللي ايه جاري المعالجة للصورة او بيغير الحجم بتاعها انا بيقول لك عالطريقة بحيس ان انت ما تستعملش اي برامج هو عبارة عن لينكات هيبتدي يفتح لي قايمة تانية اللي انا ايه الصورة خلاص هتنزل بالمقاس الجديد باتكة سيف اوكي هيبتدي الصورة الجديدة تنزل عندي هنا المقاس ده ينفع في ايه في الشت اندرويد تسعة وعشر خلاص كده الصورة عندي هبتدي حولها على يو اس بي وهو ركبها في الجهاز نيجي الوقتي لمرحلة بقى اللي انت تركب اللي انت حملت على الصورة اللي احنا عملناها الوقتي او حولناها صغطها تركبها في مدخل بتاع الكاسد وطبعا هتخش على علامة اليو اس بي ظهرت معك هتخش على بتاعة الشاشة ايا ان كان موديل الشاشة ايه خش على طبعا الباسورد بيختلف من جهاز لجهاز الباسورد معنا فتقل ستمنتاشر اللي هو الجهاز اللي معنا من واحد لستة ويشتغل على التسريق اللي برضه هتلاقي في حاجة اسمها لوجو سيتنج هتنزل عليها طبعا هنا هتقلب كده هتلاقي الصورة اللي انت هتطع في في الفلاشة اخر صورة في البنوت بتاعة بتاعة اللوجو شوف هنا ظهر اياه في حالة ان انا خلعت الفلاشة وخرجت برا ودخلت على اللوجو تاني هتلاقي اللوجو اختفى مش موجود ده اخر حاجة في القايم هخرج تاني كده هركب دغلت على اللوجو هدور تاني على اللوجو بتاعي ظهر معنا انا وليكن انا كنت مدون لوجو تيوت عشان انا عايزه تيوت هدغط على اللوجو كده ودغط سيت لوجو بيقول لك لوجو تمام كده سيت لو عملت لجهاز خلاص هاخلع كده بقى ليوس بي معتش لا لازم اعملت رسيبت للجهاز فتح معي على لوجو تيوت يبقى انت كانت علمت ازاي ان انا نزل لوجو من على النت وحاول الصيغة بتاعته للصورة مناسبة للشاشة وابتدي ايه ازاي استطابة على الجهاز في حالة انت الجهاز معلوش لوجوات خالص وعايز تحط عليه كمية لوجوات هتاخد كوبي من الصور تحطها على ايه على بتاع الجهاز او على الزاكرة الداخلية بتاعت الجهاز بس وده كان للشاشات تسع بوصة شاشات سبع بوصة هكمل لك الفيديو بها بالنسبة للاجهزة السبع انش سبع انش اللي هو بينزل المساحة الداخلية بتاعته سبع انش بيبقى اصغر من التسعة اه طلع بيعتمد نفس المقاسات بتاعت التسعة انش اللي هو الف واربعة وشرين في ستمية تمام الباكسالة تاعت الصورة فانت كل عليك برضو نفس الطريقة ركب اليو اس بيه على اللوجو وتخش على سيتنج نوع الشاشة اللي ما انا دي تسريق اللي تخش على كار سيتنج الباسورد المستعمل من كسترا باسورد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة اوكي ارفع القايمة اللي فوق اجيب لوجو هتلاقي طبعا اللي على الفلاشة اخر حاجة اخر حاجة في القايمة اجيب علامة التيوتة اللي احنا كنا عاملينها بكسل على الفيديو الف واربعة وشرين في ستمية سيت لوجو اعمل ريسيت للكاسيت طبعا هتشيل يوسي ما هتشيل اللازل هتلاقي اللوجو شغال معك مظبوط يبقى كده معاك التسعة انش والسابع انش بيشتغل بنفس الابعاد ونفس المعسات